صحيح هناك هجمة على المحتاجين من الأجهزة خاصة المحتاجين يعني يلي مش كتير معروفين لأنه يعني بيستفردوهم بالأحياء بالمناطق شباب صغار في محاولة انساك البلد أمنيا لحتى يعني يخندوا الثورة تماما وحتى يستمروا باستغلالهم لمقدرات الشعب اللبناني وثورته ويلي سرقوها حطوها بجيوبهم بس نحن في عنا الآن قضاء نتأمل فيه خيرا عنا نقيب المحامين اللي هو شخص موثوق جدا من الثورة وهو بيعدوه أحد قادر الثورة وعنا النادي الكبار ونحن أنه قضاء كتير مزهين وهلأ طبعا ممكن يلاقوا دفع وعم يطالب بحماية لألهم حتى يقدروا يقوموا بمهامهم دون ضغوط ودون خوف بهالظروف هاي فيه أمل مع ضغط من الشارع مع يعني مراقبة بطار في انت دولية الجيش بنفسه يبدو أبدأ الزغبة والاستعداد لا يحقق بها الحادثة خاصة بالتعذيب بالكهرباء وسوف يتحمل مسؤولية التعذيب الشخص اللي أم فيه لأن مش معقول ولا منطقة بعد الثورة أنه هالممارسات ستحصل بس عم قلت أنه النظام عم يحاول فعلا يضغط عم يحاول يستعيد وجهه الأمنة بس عمد استسد ببلد مثل لبنان بالوضع الحالي أنه يقدر رح يكون فيه مقاومة مقاومة مدعومة قضائيا ومن قبل المحامين عم كثير لجان محامين متطوعين اللي بافوا عنهم لكل شخص يتعرض للظلم أو للتعذيب أو للسجن أو للاعتقال وعن نشوف أنه بالنهاية عم يتصروا يترجوا عنهم طيب أستاذي موناء لو سمحت لي يعني يلاحقوا نعم أستاذي موناء يعني في ظلم يتعرض له العالم من أزمات والظروف التي يعيشها لبنان بشكل خاص طبعا أليس هناك مخاوف من استغلال بعض الأطراف المحلية والدولية لإفشال سلمية الحراك اللبناني الذي ابتعد منذ بدايته طبعا عن الطائفية كما هو معروف في حال تزايد هذه الاعتقالات أو التعذيب للمشاركين تقصدين أنه الزياب حالات القمع سوف تؤدي إلى العنب نعم السبعد يعني شوفي المجموعات السوية في بعض ناس يعني بيرغبوا يمارسوا عنص بس عنص دفاع عن نفس يعني مش عنص يعني هني العنب بيقصدوا فيه أنه ينزلوا هايت بس معظمهم أدانوا التكسير أدانوا الاعتداءات على المصارف استبعد لأنه بيعرفوا أنه جر السوار أو المحتجين للعنب هيدا مقتل وعنا الأمثلة العربية بعدها يعني ماتلة للعيان بس اللي بخاف منه هو الأزمة الاقتصادية والمجاعة المنتظرة بيظل يعني وضع حكومة متردد يعمل خطة غير واضحة ما قالها هذا كثير واضح عبارة عن أرقام لم تجد بعد يعني الصرف لإلها وبالنهاية هني لو بدهم إصلاح حقيقي مش مضطرين ينفذروا خطة اقتصادية بالتالي فيهم يبلش يوقفوا الهدر منها الآن بالتالي الأرجح أنه بهالوقت الضائع رح يزاد الوضع سوءا مثل ما شايفين عم يتلاعبوا بالدولار عم يزيدوا عم يزيد الأسعار فإذن أنا بخاف من العمس الاجتماعي العمس اللي رح يتطلت من الناس الجوعاني ياللي ثانا ما عم يود عندها أي مصدر لفعام بس مش من التوار التوار يعني اللي هلأ المجموعات اللي هي عم يعتد عليها لأنها عم تقوم بتحركات على الأرض نعم الأكاديمية والكاتبة منافياض كنت معنا مباشرة من بيروت شكرا جزيلا لك